طيب أنا بس عايزة أرجع تاني لأن كان فيه ناس بتسأل على جهزية استاد القاهرة من العدم هنرجع نأكد لحضراتكم مرة تانية استاد القاهرة هيعود لإصدافة المباريات في شهر يناير اللي جاي بإذن الله وتحديدا بمباريات هنا كاس الربطة يعني أثناء بطولة طبعا كاس الأمم الأفريقية ده هيكون بعد الانتهاء من كافة بقى عمال السيونة زراعة اللي هي اسمها بذول الشتوية المسلمية الحاجات اللي زي كده بتكون مهمة جدا طبعا عمال السيونة دي بالجانب تاني استقرت برضو ربطة الاندية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كاس الربطة هتبقى يوم 7 يناير اللي جاي بإذن الله بيتم برضو تحديد موعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي عشان ناس كتير كان بتقولك خلاص بقى كفاية كده استاد القاهرة هنعود للعب عليه مرة تانية امتى ناس كتير بتتفائل أهلوية اللي بتكلم باستاد القاهرة قولر بيعشق استاد القاهرة لما بيلعب على استاد آخر سواء بقى برج العرب أو المقاولون أو غير وبيقولك برضو مش نفس الراحة مش نفس الأداية مش نفس النتائج يعني ما تفهمش بس طبعا استاد القاهرة برضو مختلف بشكل كبير كريم طبعا